اشتركوا في القناة الحملة الإعلامية الكبرى التي تجرى على مستوى العراق والإقليم والعالم وحتى الأمم المتحدة الشارك فيها للترويج لهذه الانتخابات لأسباب كثيرة ربما سنتحدث عنها لاحقا أو تحدثنا عنها سابقا وسنعيد التذكير فيها مرة أخرى إن شاء الله لكن أقول في إطار هذا الحديث تحدث رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي عن الانتخابات في اجتماع لمجلس الوزراء وقال بالنص كلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات سابقة عراقية في النزاهة نفس الكلام يلقنها للأمم المتحدة ولكل السفراء ولكل هذه الوجوه الكالحة التي تدعمهم نفس الكلام كلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات سابقة عراقية في النزاهة وقالتها بالسخارت في الخلاصة التي قدمتها لمجلس الأمن في الشهر الماضي وقال أيضا سوف نخرج بنتيجة أساسها بالنص سوف نخرج بنتيجة من الانتخابات أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة الأسئلة التي تطرح نفسها هنا بشكل مباشر وواضح كيف يمكن الحديث عن النزاهة والشفافية في بلد هو من بين البلدان العشرين الأكثر فسادا ماليا وإداريا في العالم كيف يمكن الفساد لا يقاس بشخص أو بشخصين هذا القياس الفساد أن يقال عن بلد فاسد إداريا وماليا فقد فحصت اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا كل اتجاهات فحصت كل مفاصله وبالتالي أعطيت نقاط وأعطيت رموز ووصلت النتيجة بجمع هذه النقاط إلى أنه من أكثر البلدان فسادا العراق من 18 سنة أكثر من 18 سنة هو من بين البلدان الأكثر فسادا بالعالم بل احتل في سنوات عديدة المرتبة رقم واحد وربما هو المرتبة رقم واحد في العالم فسادا إداريا وماليا ومجلس النواب الحالي لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي تقول أنه حجم الأموال التي هربت خارج العراق من أموال العراقيين 350 مليار دولار طبعا الرقم أكبر من هذا بكثير لكن مع ذلك هذا الرقم مهول جدا 350 مليار دولار هربت ماذا يعني هذا؟ هل يعني هذا أن تقام انتخابات في العراق وانتقام مظاهر ديمقراطية وعادلة في العراق في ظل هذا الفساد والخراط في ظل هذه الحيتان في ظل الأبواب المشرعة في ظل المنافذ الحدودي التي تدخل سيطر عليها الميليشيات والعصابات ولا استطيع الحكومة تحكم بها في ظل انفلات السلاح وعدم قدرة الحكومة التعاطم عن الميليشيات التي تستعرض في الشوارع وتهدد الحكومة وتهدد الناس كلها وتحتقل ولديها سجون ولديها تعذيب ولديها محاكم خاصة كيف يمكن الحديث عن النزاهة والاستقلالية والخروج بشفافية ونزاهة من هذه الانتخابات بنتيجة أساسها النزاهة ومن أين أتت للكاظمي لحكومته الثقة والتفاعل بأن هذه الانتخابات سابقة عراقية بالنزاهة لا حول ولا قوة الله بالله من أين تأتي النزاهة إذا كانت يعني هل يمكن القول أنه يعني جزء نزيه في العراق من مؤسساته وجزء مونزي وجزء فاسد وجزء كل الوزارات متهمة كل المؤسسات متهمة والفساد مستشري في كل مكان فكيف يمكن الخروج بمثل هذه النزاهة التي يدعيها وهذه الشفافية التي يدعيها يعني الحقيقة السلاح منفلد في كل مكان الميليشيات هي المسيطرة والأحزاب نفسها يعني هذه واحدة من الأسئلة الكبيرة إذا كانت الأحزاب نفسها التي شاركت منذ عام 2005 في أول انتخابات لغاية 2018 آخر انتخابات جرت وستشارك في الانتخابات تسمونها انتخابات مبكرة نفس الأحزاب ونفس القوى والتي شكلت العملية السياسية وكل هذه الأحزاب هي متهمة بالفساد والشعب خرج وقالها بالفم المليان هذه الأحزاب هي التي قتلتنا هي التي سرقتنا هي التي دمرتنا هي وبرلمانها وحكوماتها وقتلتموهم بالرصاص في الشوارع وقتلتم أكثر من ألف شاب من شباب تشرين في الشوارع في الزاحات في الناصرية وفي بغداد في النجو وفي كربلاء وفي الديوانية وفي البصرة وفي كل الأماكن كيف يمكن لهذا البلد لهذا البلد بهذا الشكل ولهذه الأحزاب الفاسدة التي جاءت مع الاحتلال لا تملك شيء والآن تملك المهول من الأموال والأساطير والطائرات والمطارات والأرصفة في الموانئ وتملك منافذ حدودية وتملك شركات في الخارج وتملك أرصدة ولا أحد يقول لها من أين لك هذا كيف يمكن أن تكون نزيهة وشفافية وأمينة على أن تظهر الانتخابات بشكل سليم هذه كذبة كبيرة ثانيا وهو المهم أنه قانون الأحزاب لديكم هذا الذي صدر عام 2015 رغم أنه قانون كسيح لكن فيه فقرة هذه الفقرة الثامنة والمادة الثامنة تتحدث تقول بالنص أنه لا يمكن للأحزاب التي تمتلك تمتلك أجنحة عسكرية أن تشارك في الانتخابات وكل الأحزاب التي تشارك في الانتخابات اليوم لديها أجنحة عسكرية ومستشار الأمن القومي ما يسمونه الأمن القومي العراقي قال أن هذه القوى لديها كل هذه الأحزاب هي التي رعت الحكومة والتي هي لديها فصائل مسلحة ولديها نواب ولديها مشاركة وزراء بالحكومة أو مئة تارفون وهذا واقع حال فكيف يمكن يعني إذا تطبيق هذه النزاعة والشفافية إذا كان قانون الأحزاب نفسه الذي أخرجته وهو كسيح ولا يقبل بهذه القضية لا يطبق كذلك دستوركم هذا الكسيح الآخر في المادة سبعة وتسعة يشير إلى نفس القضية يشير إلى أن الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة لا يحق لها الاشتراك في الانتخابات ولا بالعملية السياسية وكلهم يشتركون بالعملية السياسية وبالانتخابات فكيف ستكون الانتخابات نزيهة وشريفة وعادلة من قال هذا على من تضحكون يعني هل نقبل أن تضحك علينا بالإسخار والأمم المتحدة بدعايتها بالذهاب للانتخابات والذين يقاطعون الانتخابات هذا ليس قرار صحيح قرار صحيح أن تذهب وتقث مع الفاسدين وإن سيذهب صوتك وإذا جبتم 80 مراقب مدربنيا من الأمم المتحدة و31 مدرب من الاتحاد الأوروبي و51 مدرب من الجامعة العربية وقلتوا ذولة يراقبون هذه الانتخابات ستكون نزيهة وشريفة وشفافة هذه الكذبة الكبيرة هذه مجرد استعراض لكي تقولوا أن هذه الحكومة شرعية وأن الانتخابات الشرعية وأن الشعب انتخبها هذا الذي تريدون أن تقولوا لأن العملية السياسية الآن وصلت إلى طريق مزدود وتريدون إنقاذ العملية السياسية وأمريكا وأوروبا والعالم معكم لإنقاذ هذه التجربة التي أرادوها للعراق ليبقى العراق ضعيفا مدمرا خربا هذه الحقيقة فالدعاء النزاهة والشفافية لا تقوم على أساس يعني سياسة قائمة من المحاصصة الطائفية والإثنية لا يمكن لا يمكن أن تتصل وبالنهاية نقول مثل ما يقول المثل الشاع أو القول الشاع حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له فالكاظمي يحدث الشعب بهذه الطريقة والشعب لا يصدق هذا الكلام لأن الشعب شعب العراقي لديه عقل ويعرف الحق من الباطل ويعرف الأسود من الأبيض فلذلك هذه كلها محاولات للكذب والتضليل وما الانتخابات القادمة إلا جزء من مسرحية بدأت من عام 2003 لحد الآن لتدمير العراق وتخريبه ولحكم الطوائف وحكم العصابات مع الأسف الشديد وهذا طبعاً ليس دفاعاً لا عن نظام سابق ولا عن نظام لاحق هذا دفاعاً عن وطنية العراق عن إنسانية العراقيين عن وجود العراقين وعن حضارتهم وعن تضحياتهم الكبيرة وآخرها تضحياتهم في ثورة تشريين هذا الشباب الجميل الذي قتله ولم يخرجوا لحد الآن قاتلاً واحداً من الذين صوبوا الرصاص إلى صدور الشباب في كل مكان مع الأسف الشديد أترككم بخير أعزائي المشاهدين وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة